اشتركوا في القناة تركز هذا اليوم في ذهن اهل البحرين واصبح يوما للظلامة يوما لرفع الهتاقات ضد نظام الاستبداد الخليفي وجاء الاحتلال السعودي ليؤكد ان هذا النظام يجب ان يرحل لانه تخلى عن السيادة لالسعود والاخوة في لندن يحتجون هنا على الاحتلال السعودي للبحرين هذا الاحتلال يجب ان ينتهي يجب ان يصل الى نهاية يجب ان يرحل السعوديون عن البحرين فهي ليست بلدهم وبالتالي فليس من حقهم وفق القانون الدولي ان يعتدوا على حرية شعب البحرين وكرامتهم وارضهم هذا الاحتلال الذي جاء به الخليفيون يجب ان يفشل كما فشلت كل احتلال اخر في العالم الاحتلال السويتي لأفغانستان الاحتلال الامريكي للعراق الاحتلال الصهيوني لفلسطين كل هذه الاحتلالات اما انتهت او انها في طريق الانتهاء ويبقى الاحتلال السعودي البحرين لا بد ان ترتفع الاصوات ضده من كل مكان ونحن هنا نرفع صوتنا لنهاية الاحتلال ومطالبين العالم بان يعبر على الموقفه كيف يسمح لجيش غاشم ان يعتدي على شعب المسالم فقط لانه يطالب بحقوقه المشروعة حقه في تقليل المصير حقه في اختيار النظام الذي يريده حقه في كتابة دستوريه بيده كل هذه الحقوق مشروعة وليس من حق احد في العالم ولا الجيش السعودي ان يمنع شعب البحرين من الحصول على هذه الحقوق سيظل شعب البحريني واصوات الثبار مرتفعة ضد الاحتلال حتى ينتهي ولن يطول ذلك فان شاء الله سينتهي هذا الاحتلال وينتهي معه الاستبدال الخليفي ويتحرر السجناء والمجد لهذا الشعب الثائر والحرية للمعتقلين جميعا اما الذين يواجهون يوميا بصدورهم العارية قوات الاحتلال وقوات الاستبدال فرسالتنا اليهم ان الصبر مفتاح الفرج والصبر هنا هو العمل الفاعل الثبات والصمود والتصدي وليس الانسحاب من الساحة الصبر هنا الذي امرنا الله به في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا صبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون انما هو ذلك الموقف الشجاع الذي يتحدى الاحتلال والذي يصمد ويصبر ويخف في مكانه ولا ينسحب وبالتالي فرسالتنا الى اهلنا في البحرين والى شبابنا والى ثبارنا ان يلتزموا بالتوكل على الله وان يعتمدوا على انفسهم وان يصمدوا في مكانهم ويثوتوا وان لا يقبلوا باقل من تحرير البلاد من الاحتلال ومن الاستبداد معا وان يقرروا مصيرهم بانفسهم وان يختاروا النظام الذي يختارونه وليس اي نظام اخر